مضى نحو عام والإصف والأمريكيون والإيرانيون يتفاوضون في فيينا ولم يتبقى سوى بضعة أسابيع أمام المرشد الأعلى الإيراني ليحسم أمره المعلومات المتسربة عن الاتفاق النووي الشامل بين الدول الكبرى وإيران تقول إنه إلى حد كبير مماثل للاتفاق السابق كما أنه لا يدفع إلى التفاؤل وإن كانت هناك بنود سرية يتكتم عليها الطرفان فلن يطول الوقت حتى تفضح كما حدث في اتفاق عام 2015 الذي صدم نشر تفاصيله الكثيرين آنذاك هذه اللحظة لم يتم الإجابة على هذه المقترحات من قبل الإدارة الأمريكية هناك تخوف أوروبي لأن إيران وضعت دول أوروبا كضمان إذ ما انسحبت الإدارة الأمريكية من هذا الاتفاق مستقبلا فأن هذه الدول التي اشتركت تضامنيا في إبرام أو إحياء هذا الاتفاق ستكون ملزمة بالتعويض لإيران تجاه أي خسار قد تتعرض لها اقتصاديا هذا الموضوع أزعج الكثير من الدول سواء كان في الشرق الأوسط وبالتحديد إسرائيل أيضا انزعجت من هذا الموضوع على اعتبار أنه هذا سوف يسمح لإيران بالتوغل مرة أخرى في دول التي تقول عنها أنها دول داعمة للإرهاب الوقت يمضي وشبح دونالد ترامب والجمهوريون يخيم على انتخابات الكونغرس في نوفمبر 22 المقبل بعدها سيصبح صعبا وربما مستحيلا توقيع الاتفاق في حال خسر الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وهو احتمال وارد إضافة إلى تدخلات إسرائيل لخلط العمليات الحسابية لهذا الاتفاق بالمجمل جو بايدن يحاول أن يحقق هذا الاتفاق يعني ضمانا لوجوده وخصوصا هم مقبلين على مرحلة انتخابية مرحلة نصفية في نوفمبر وبالتالي أنا لا أتوقع أن هذا الاتفاق سوف يسري ويجري ويمر بما هو يعني موضوع الآن على الطاولة لأن هناك سيكون ردا كبيرا من الجمهوريين في الولايات المتحدة بخصوص بنود هذا الاتفاق مع ضيق الوقت المتبقي لإحياء الاتفاق النووي يرى المراقبون أن فيينا تحولت إلى غرفة ولادة قيصرية بتوقف ماراثون المفاوضات فالقضايا الرئيسية تقريبا متفق عليها وتبقت التفاصيل الساخنة التي ربما ستوقض النار بين أطراف هذا الاتفاق مهما كانت التوافقات سواء تنازلت إيران عن رفع العقوبات عن الحرس الطوري أو سلمت كوريا الجنوبية سبعة مليارات دولار لإيران أو أطلق الأوروبيون صراحة كل الأسر المدنيين المحسوبين على هذا النظام